اشتركوا في القناة ونتمقش فيها كمان مع حضراتكم وعندنا امور كمان سواء على المستوى المحلي او العالمي وقبل كل ده كل ما يتعلق بنا دينا الحبيب النادي الاهلي حيكون معنا من خلال حلقة اليوم في البداية احنا منتظرين تواصل لحضراتكم معنا من خلال هاشتاج البرنامج هاشتاج الترند او كمان سؤال حلقتنا او هي عبارة كمان عن رسالة النهاردة حابين توجهوها للعابة النادي الاهلي قبل مباراة الغد امام انبي واستقناف النادي الاهلي لمباراة الغد بازن الله تعالى لبطولة الدوري من خلال المباراة واي حاجة انتو حابين تقولها ورسالة حابين تواجهوها لفريق النادي الاهلي تقدروا تبعاته لنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا تويتر فيسبوك وانستجرام وحنعرضها لحضراتكم على مدار حلقة اليوم فيديو او رسالة كمان مكتوبة حنعرضها لحضراتكم على طول النهاردة عندنا فاقرة الترند الترند مهمة جدا هنتكلم فيها في موضوع هو موضوع الساعة والناس كلها تتكلم فيه هو موضوع يتعلق بكل التطورات اللي بتخص نجمنا رمضان صبحي وعندنا كمان قضية معينة كده هنتناقش فيها بس الاول خلانا نشوف اهم العنوان يلا في ترند الاهلي 24 ساعة على ظهور البطل في الدوري الترند المحلي اتحاد القرى يرفض عقاب الاندية المعترضة على التحكيب اما في الترند العالمي قالت ساري من تدريب يوفينتوس طيب فاقرة ترند الترند النهاردة بتتكلم عن رمضان صبحي وفي الحقيقة كم ساعة اللي فاتوا او اخر يومين كلام كتير جدا على رمضان رمضان قاعد رمضان ماشي موقفه هيكون ايه رغبة اللعب كمان ناس تطلع تتكلم عنها يقولك رمضان نفسه ان هو يحترف وناس تقولك رمضان لا نفسه ان هو يكمل احنا هنقول لحضراتكو ترندنا النهاردة بخصوص رمضان صبحي في البداية اي لعيب حق جدا ان هو يفكر في الاحتراف خصوصا لما تكون بتتكلم على لعيب بحجم وامكانيات رمضان صبحي سواء الفنية او البدنية فطبيعي جدا لعيب صغير في السن ممكن يفكر في الاحتراف مش بتكلم بقى انا هنا دلوقتي على رمضان تحديدا انا بتكلم على اي لعيب في السن ده بالامكانيات دي زي رمضان صبحي فطبيعي ان هو ممكن يكون رغبة اولى بالنسبة له ان هو يفكر يروح يحترف كلام من ده وخصوصا ان احنا عندنا مثل ممتاز بصراحة وكلنا بنفتخر به وهو محمد صلاح وانا عايز اضيف حتة في الموضوع ده ان كمان رمضان صبحي لو اشتغل بشكل محمد صلاح وبنفس العقلية وبنفس الالتزام في الاحتراف هيبقى ممكن يعدي كمان محمد صلاح بدون مبالغة محمد صلاح عنده ممكنات طبعا ممتازة ومن احسن ثلاث لعيبة في العالم وكلنا في ظهره يعني لكن رمضان فنيا اعلى من محمد صلاح محمد صلاح عنده يعني امكانيات بيعرف يوظفها صح امكانية السرعة مثلا حاجة زي السرعة دي مثلا بيفتقدة رمضان تصبحي لكن محمد صلاح بيستغلاه صح وبتقدر تساعده في ان هو يحقق ان هو نفسه فيه واللينفسنا كلنا فيه بالنسبة لمحمد صلاح فكامكانيات لا رمضان يقدر يمشي بنفس طريقة محمد صلاح لكن على أرض الواقع الوضع ايه دلوقتي ايه اللي بيحصل في موضوع رمضان صبحي الكواليس في الجزئية دي ايه خلينا اقول له حضراتكو انا الكواليس بحدود معينة الاول الاول بنسبة كبيرة باذن الله تعالى خلال ساعات حيتم حسم هذا الملف لصالح النادي الاهلي تاني حيتم حسم هذا الملف باذن الله خلال ساعات لصالح النادي الاهلي هيكون ازاي هيكون من خلال اعارة وخلي بالك ركز معي في حتة الاعارة الاعارة مش ان احنا هناخد اللعايب ست شهر ولا سنة كمان اعارة لا الاعارة اللي هي بتتعلق بنهاية الموسم الحالي الموسم المحلي والافريكي بالنسبة لنادي الاهلي فخطاب ممكن ان انت تقدر تاخده من قبل فريق هادرسفيلد الانجليزي ومن خلاله تقدر تشرك رمضان صبحي في المباريات بعد كده ايه اللي هيحصل باذن الله تعالى هيكون شراء نهائي دي الجزئية اللي بتتعلق برمضان صبحي والتطورات الاخيرة فيه كواليس في الكواليس كمان ممكن نحكيها لحضراتكم بس باذن الله تعالى لما الموضوع يحسم بشكل نهائي لصالح النادي الاهلي ترقبوا خبر صار بالنسبة لحضراتكم كجمهور للنادي الاهلي خلال الساعات القادمة باذن الله تعالى بخصوص رمضان صبحي وزي ما قلت الحركة وحرجى على حتة الاحتراف تاني لان ده برضو حق لأي واحد انت تقدر ان انت تحترف بشكل كويس بامكانيات رمضان صبحي لكن ممكن تكون دي رغبة أولى بالنسبة لك لو ما جالكش اللي انت عايزه ما جالكش اللي انت بتحلم به فانت موجود في نادي كبير وعظيم هو النادي الاهلي ودي برضو رغبة موجودة عند رمضان صبحي عشان نعدل الحتة دي ونوضحها لحضراتكم بشكل مهم ومظبوط جدا طيب قبل ما اصطفيت في الجزئية التانية عايز اتكلم فيها عايز اتطمم بس على فريق النادي الاهلي زي ما حركوا عارفين ان فريق النادي الاهلي بيستعد لمباراة الغد امام امبي بعد استئناف بطولة الدوري وعشان النادي الاهلي يكامل مسيرته علشان كده خليني سريعا اروح لزاملنا العزيز كريم احمد مرئيس القناة الاهلي في التتش عشان نتطمن نتخلاله على اخر استعدادات الفريق لمباراة الغد يا كريم مساء الخير عليك مساء الخير عليك زميل العزيز امير هشام كل التحية ليك وكل جمهور ومتشاهدة ومتابعة قناة الاهلي في كل مكان اهلا بك يا كريم طبعا طمننا على اخر استعدادات الفريق لمباراة بكرة بإذن الله كل جمهور النادي الاهلي منتشوق ان يشوف الفريق في ارضية الملعب اخر التطورات والاستعدادات عندك ايه طبعا يعني بأكد لك طبعا زميل امير ان شاء الله بإذن الله كالعادة بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراة انبي غدا في تمام الساعة تمامنا مساء على استاد القاهرة مباراة مجالة طبعا من اسبوع خمستاشر من بطولة الدوري العام والحقيقة يعني زي ما انت قلت يعني جمهور النادي الاهلي وحشه بشكل كبير جدا اللعيب ان هو يشوف اللعيبة روح الفنيلة الحامرة شخصية النادي الاهلي امور كثيرة جدا يعني ان شاء الله بإذن الله بنتمنى تكون غدا هي انطلاقة جديدة وقوية لفريق النادي الاهلي منها للحفاظ على بطولة لقب الدوري العام وايضا كمان تحطيم ارقام قياسية جديدة سواء للعبين او لمستر ريني فيلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي النهاردة طبعا الامير زي ما انت عارف هو الختام التدريبات للعبين النهاردة لتدريب نقدر نقول حتى هذه اللحظة خلاص يعني كل اللعبة متواجدة كان في تدريب قبل التدريب الاساسي يعني النهاردة ساعة تلاتة ونص تحديدا كان في عربي بدر محمد شكري صالح جمعة رامي ربيعة محمود عبد المنعم من كهربا احنا عارفين طبعا ان رامي ربيعة للطرد صالح جمعة طبعا هي رؤية خاصة بالجهاز الفني محمود كهربا الاقاف مستمر معاه محمد شكري واحد من النشئين لفريق النادي الاهلي هي رؤية فنية لمستر ريني فيلر مدير الفني لفريق النادي الاهلي لكن ايه يعني خلاص نقدر نقول لحظات بسيطة جدا ويبدأ التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي في محاضرة فنية في هذه اللحظات زميل امير لكل اللاعبين الحقيقة الفترة اللي فاتت فيه شغل كبير جدا بودل من الجهاز الفني بالكامل كابتن سامي عبد الحفيز ريني فيلر كابتن سامي امصان الكل حاول ان هو يجهز اللعيبة يهيئهم معنويا بشكل كبير واللعيبة كمان زميل امير عندها دوافع متجددة بشكل كبير جدا للمرحلة قادمة للمرحلة مهمة محتاج ان شاء الله يكون فيها تكاتفة لحم كبير جدا في المباريات وايضا كمان في التدريبات النهاردة اكيد التدريب هيكون فيه جزء بدني بشكل بسيط جدا لكن الجزء الخططي هو الاكبر والاهم النهاردة ليه الجهاز الفني التركيز من خلال التدريبات الماضية وتحديدا كمان النهاردة يكون التركيز على الكرات السابتة الكرسات العرضيات تمركز اللي مضافعين في منطقة الجزاء والعكس صحيح ايضا بالنسبة لي خط الهجوم امور كثيرة جدا ان شايفين اللعيبة تنزل جانب في اللحظات الكاري بالضبط زميل امير زي ما انتو طبعا متابعين وكل جمهور النادي الاهلي متابع ان شاء الله النهاردة تكون التدريبات فيها استفادة كبيرة جدا للعبين وايضا كمان ما بقاش فيه اي معوقات اصابات او كدمات للاعبة النادي الاهلي طيب كريم خليني اتمن تحديدا على جزئية الاصابات ليه لان احنا عندنا اصابات يعني هتاخد وقت طويل شوية لسه المعاد عودتهم للتدريبات ومن ثم المباريات هياخدوا لسه وقت شوية واصابات ممكن يشاركوا في يلحقوا يشاركوا في مباراة الامبي فلا تحديدا عايز اتسأل عن احمد الشيخ حمدي فتحي وايمن اشرف كجزء اولاني في ملف الاصابات يا كريم اخر التطورات بالنسبة لهم ايه اكيد طبعا يعني حبينا نطمن كل جمهور النادي الاهلي من خلالك على كل اللاعبين وتحديدا طبعا ابدأ معاك بايمن اشرف اللي تعرض ليه كادمة قوية جدا في التدريبات لكن بالجدية وبالرجولة وبالعزيمة اللي احنا عارفين على لعيبة النادي الاهلي اي لعيبة امير طبعا خلال الفترة اللي جاية لابد يكون فيه تحامل كبير جدا على نفسه اه لابد اللعيبة تكون جهزة بدنيا وايضا كمان يعني ذهنيا بشكل كبير جدا لكن الحماس الكبير والكدمات الكبيرة دي تدل على ان فيه حماس وفيه اصرار وفيه جدية كبيرة جدا فيها المستطيل الاخدر وده هدف كبير يدل على اللعيبة عايزة ترجع من جديد عايزة تسعد جمهور النادي الاهلي فأكيد طبعا ايمن اشرف بأكد لك وبأكد لكل جمهور النادي الاهلي ايمن اشرف يكون متواجد في القائمة وفيه التشكيلة الاساسي ان شاء الله بعد اعلان جهزيته امس وانهاردة كمان ان شاء الله يكون تدريب موفق ليه ايمن اشرف كمان يمكن حمدي فتحي عايزة اتكلم عليه كمان حمدي فتحي النهاردة يعني اه هيشارك في التدريب لكن بأكد لك امير حمدي فتحي متواجد في القائمة هي رؤية فنية طبعا لمستر ريني فيلر المدير الفني ان هو يكون متواجد في ديكة البودلاء او في التشكيلة الاساسي او يخرج برة لسكورشيد بشكل عام لكن هيكون متواجد في قائمة فريق النادي الاهلي لمباراة تي امبي كمان عايزة اكد لك كمان على محمود وحيد يعني محمود وحيد كمان الكادمة اللي كانت يعني اثرت عليه بشكل كبير في وجه القدم النهاردة هيكون متواجد وامس كان متواجد وقدى بشكل كبير جدا يتبقى احمد الشيخ اللي الكادمة ايضا كمان يعني اثرت عليه بشكل كبير وممكن كان لها حديث سريع مع طبيب اللي النادي الاهلي قال لدكتور خالد محمود قال يعني نقدرون عنده الكادمة 10% يعني الامها 10% فان شاء الله باذن الله مع التدريب النهاردة يأدي تدريب مميز ودخوله في القائمة ان شاء الله هيبان لعقب انتهاء التدريب بشكل كامل لكن كل اللعيبة بقى بغض النظر عن اللعيبة اللي احنا اتكلمنا عليها كل اللعيبة جهزة بدنيا فنيا ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مهيئة لفريق النادي الاهلي طيب اخيرا يا كريم وسريعا عايز اتطمن على القائمة القائمة هتبقى كامل لعيب وخصوصا في الظل التواجد عدد كبير من التبديلات خمس تبديلات في كل مباراة فعايز في اجاز كده اخر الامور بتتعلق بعدد اللعبين اللي حيكونوا متواجدين في قائمة النادي الاهلي واسعادة النادي الاهلي كمان الادارية او التنظيمية لمورة الغد سريعا طبعا يعني اقدر اقول لك كالعادة كان بسكورشيت 18 11 في الملعب و 7 على دكة البودلاء لكن مع الزرف الاستثنائي ومع الموسم الاستثنائي اللي احنا فيها تكون قائمة النادي الاهلي او القائمة بشكل عام في بطولة الدور العام هي 20 لاعب 7 على دكة البودلاء منهم 5 تغيرات طبعا زي ما احنا عارفين 11 لاعب في الملعب الجانب الاخر طبعا وهو الجانب التنظيمي والجانب الخاص بالاجراءات الاحترازية انت عارف ان النادي الاهلي هو منظم هذه المباراة بكونها طبعا مباراة النادي الاهلي معروف عن النادي الاهلي داخل كل المقارات الاجراءات الاحترازية بتنفس بكل دقة ومشددة بشكل كبير جدا داخل استاد القاهرة الامر يكون مختلف هيكون في اجراءات احترازية على اعلى مستوى يكون في 60 فرد من امن النادي الاهلي متواجد في كافة ارجاء طبعا استاد القاهرة لتنفيذ الخطة الموضوع سواء من وزارتية الصحة والشباب والرياضة وتنفيذا أيضا كمان لأتحاد الكورن إن شاء الله بإذن الله أمير كل التمنيات لفريق النادي الأهلي يعود لسلسلة الانتصارات وكون أول ثلاث نقاط إن شاء الله مع فريق النادي أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم زميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي كان معنا على الهواء مباشرة نطمننا من خلاله على كل الاستعادات اللي بتتعلق بفريق النادي الأهلي لمباراة الغد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي لرؤية الفريق مرة أخرى بعد فترة كبيرة من الغياب بسبب تفاشي فيروس كورونا طيب خلينا نرجع لجزئية أو جزئية مهمة جدا أنا عايز أتكلم فيها مع حضراتكو بس الأول هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نتناقش مع بعض يالله بنا ترجمة نانسي قنقر خلينا نشوف الكتب في الترند المحلي ايه يالله بنا موقع يلا كورة على تويتر نشر على لسان مصدر باتحاد الكورة إن الأهلي والزمالك لم يطلبها حكاما للكمة حساب الشروق على تويتر قال انتحاد الكورة بيقول إن لا عقوبات على الأندية المعترضة على التحكيم الحساب الرسمي لموقع سوبر كورة على تويتر قال إن اتحاد الكورة يلغي قرار تخفيض رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر والمنتخب الأوليني أما الحساب الرسمي لسبورت سري سيكسي على تويتر فنشر تصريح لعلي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة بيقول فيه إن مباريات نصف نهاية أفريقيا ستكون بحضور جماهير والحساب الرسمي لموقع سوبر كورة على تويتر نشر موعد استئناف بطولة القسم الثاني واللي حيكون يوم 20 أغسط وأخيرا الحساب الرسمي لمصر اليوم على تويتر قال إن الاتحاد العربي ينوي تعويض الأندية ماديا في حالة إلغاء البطولة العربية طيب خلينا نروح من خلال تطبيق زوم لزميلنا العزيز والصحفي بموقع يلا كورة أيمن جلبرتو عشان نتكلم معاه في بعض الأمور المحلية وكمان أمور بتتعلق بالنادي الأهلي ونعرف منه آخر القصص الخبرية على السوشيال ميديا يا أيمن مساء الخير عليك مساء النور يا عمير أهلا لك ومبروك بالنامج الجديد ومشاهد إن شاء الله لكم في قناة النادي الأهلي أهلا بك يا أيمن ومشكرك شكرا جزيلا لك أنا عايز أتكلم معاك طبعا بخصوص آخر القصص الخبرية اللي موجودة على السوشيال ميديا واللي ممكن تكون ترند في هذه اللحظات بخصوص الكرة المصرية بشكل عام متحديدا أنا عايز أتكلم معاك على عودة الدور يعني يعني بالتأكيد لكل منتظر في الوقت الحالي القائمة بتاعة النادي الأهلي آآ لنتمأن على العناصر اللي هتبقى موجودة إن شاء الله في مباراة أمبي آآ غياب طويل للنادي الأهلي عن المباريات الجميل كلها آآ متشوطة نهاية تشوف فريقها في أول مباراة بقرأة الثنية بعد العودة الطويل من الغيابة الطويل ده آآ ويعني آآ طبعا من كل جنتظر خصوصا لموقف اتباعي آآ في اطمأننا هون وقناة النادي الأهلي على موقف أيمن أشرف آآ مع المتوليفة إن شاء الله إن أمور تبقى بالنسبة لنادي الأهلي جيدة في المباراة المقبلة مع إلي إن شاء الله بإذن الله طيب آآ توقعاتك ليه شكل النادي الأهلي بكرة في مباراة بعد فترة كبيرة جدا من الغياب وبعد فترة التوقف بسبب فيروس آآ كورونا إيه اللي ممكن نتوقعه النادي الأهلي في مباراة مهمة أمام فريق قوي آآ زي فريق أمبي من وجهة نظرك آآ طبعا فكرة إن الناس تبقى بيتها تشوف يعني النادي الأهلي أو بتتوقع إنه ممكن يبقى البداية بنفس المستوى اللي الأهلي طبعا ختم به الفترة المقبلة آآ التوقف ده طبعا يبقى صعب جدا لأن التوقف تقريبا نحن نتكلم في حوالي آآ خمس سهور ده فترة بغياب طويلة جدا حتى لو اللعيبة النهاردة بتتجرب كانت في فترة ما بشكل فردي لكن بالتأكيد حساسية المباراة بتفرق التدريبات بتفرق آآ يعني آآ أعتقد إن الشكل ممكن يعني ممكن آآ النادي الأهلي يعني المستوى البدني أو المستوى الفاني يبقى أقل آآ بشكل آآ ملحوظ عن فترة ما قابل التوقف ده هيبقى أمر طبيعي جدا وهيبقى نفس الأمر اللي نادي آآ امبي آآ ولكن من خلال اللي احنا شتناه في الفترة الماضية آآ من مباراات وضية لعيبها النهي الأهلي والآآ التدريبات ومتابعة الأخبار المتعلقة بالنهي الأهلي يعني وضع إن الحالة بالنسبة اللعيبة جيدة آآ بشكل كبير بدنيا وفنيا آآ حتى لو يبقى في تأثر بعض الشيء مش هيبقى التأثر الكبير آآ اللي ممكن آآ تسببه فترة غياب طويلة آآ زي اللي احنا شتناها مهم جدا أن النادي الأهلي البداية بتاعته تبقى قوية البداية بتاعته تبقى آآ بشكل مميز النتائج كمال إن آآ طبعا الهدف الأساسي في الفترة اللي جاية إن زي النبي يعني يحاول يحسن آآ موقفه بشكل آآ نهائي من مصابح الدوري عشان يتبرق بعد كده للحلم الأكبر آآ بكل الدوري عبطال آآ أفريقيا اللي ما تشوفها إن شاء الله تبقى في نهاية شهر آآ سبتمبر آآ يعني آآ لو آآ احنا بتمؤمننا الحمد لله على أي ما أشرف فلو عايتون آآ جنب متولي في آآ في الدفاع فا يعني يبقى آآ بشكل كبير أو ما فيش أزمة أو يدفعية إن شاء الله تبقى بالنسبة للنادي الأهلي تبقى الأمور نسخة طرة آآ ويعني آآ يبقى في حلول كتير عند الجهاز الفني عشان فتر في فتر اللي جاء نحتاج آآ روتيشن وتدمير عشان فتر اللعيبة ما يبقىش فيه إصابات آآ بالإجهاز آآ أو ما شابه يعني بتاع بضغط المباراة هل منتظر من نادي الأهلي بكرة مثلاً أداء فني مستوى عالي ولا من المنطقي والطبيعي إن آآ بعد فترة الغياب دي ما نشوفش النادي الأهلي بي المستوى اللي ممكن بيأمله جمهور الفريق لأ بالطبع يبقى صعب إن انت تشوف الفرقة في حالة 100% نقول فريق عائد بعد غياب طويل جداً فترة التوقف اللي فاتت آآ حتى لو في تدريبات منفردة للنعيبة وبعض الخطرات ده برضو يعني بيبقى مختلفهم بيحافظ على نفسه اللي حين إن هو يعود للتدريبات الجماعية والمباريات آآ لكن بالتأكيد المباريات يعني مع طوالي المباريات المستوى يرجع يرتفع لكن بيبقى في الوقت ده المهم الأكتر النتيجة من ده الحقيقة النتيجة تخرج من المباراة بالنتيجة اللي انت عايزها طبعاً لدي الأهلي البحث دائماً عن الثلاث نقاط والانتصار فده الأهم ده الهدف الأول آآ يبقى عن طريق طبعاً استغلال الخرص بشكل آآ فعال ما يبقاش يعني فيه بقى فيه تركيز شوية لو فيه فرص مبكرة ينهي الأمور بحيث إن المخزون البدني آآ ما يعني ما يستهلكش بشكل كثير وتبتدي واحدة واحدة الرتم يرتفع وواحدة واحدة المباراة تعيد الأهلي للمستوى اللي احنا شدناه في ختام الفترة اللي هي ما قبل كورونا يعني نقدر نقول الدوري كده خير استعداد للنادي الأهلي لبطولة دوري عبطال أفريقيا وهي البطولة الأهم بكل تأكيد بالطبع المباراة الرسمية هي يعني اللي بتدي قوة للفريق وبتدي الانسجام وبخليك تطمئن على العناصر بتاعك مهما لعبت مباراة مجدية ومهما تمرنت مش هيبقى الاستعداد قوي زي ما بتلعب مباراة رسمية فبالتحكيد عودة دوري للنادي الأهلي أولاً إن هي بطولة النادي الأهلي متفوق فيها ويقدر إن شاء الله إن هو بشواء التركيز ويعني حصل للمباراة إن هو يكون بيها ويضم لقب جديد لخزائنه وكمان إن أنت بتعد نفسك وبتعد اللعيبة بتاعتك وبتعد لو في عندك بعض اللعيبة صغار السنة بتعدهم للمرحلة اللي جاية وبالتأكيد اللي هي أهمها بطولة دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الوداد المغربي المتقبة إن شاء الله طيب خلينا أتكلم معاك شوية في شكل العالمي وأنا عارف إن أنت ملم بشكل كبير جداً بطولة دوري أبطال أوروبا والبطولات الأوروبية بشكل عام وتحديداً مباراة كان فيه مطشين مهمين قوي ريال مادريد ومانشستر سيتي تأهل مانشستر سيتي وأيضاً يوفينتوس وليون الفرنسي وتأهل ليون الفرنسي لدور التمانية رأيك كيف المطشين دول وأنا عايز أبتدي معاك تحديداً ممورات ريال مادريد ومانشستر سيتي وكوارث فاران طبعاً مدافع ريال مادريد طبعاً يمكن الخطف شوية لأنظار من فران الصورة اللي انتقطت نهاية المباراة طبعاً طبعاً بتاع زيدان وبورديولا وهما في ملعب يعني بيتبادلوا الحديث يمكن حتى بورديولا لما تسأل قال يعني الموضوع ما كانش فيه يعني مفيش كلام مميز أنا بتطمن عليه بتطمن على أسرته تكلمنا شوية وان شاء الله يعني في يوم الأيام كاننا تناول العشاء مع بعض طبعاً أخطاء فاران الكارثية مع بالتأكيد في السيكل الكبير اللعب به من شستر سيتي والأداء إنه هو معتاد من القريب الإنجليزي مع فيد جوارثيولا يعني حسم لنفسه الأمور ريال مادريد طبعاً هو بطل الليجا مع زيدان في أول مرة زيدان يعني بيخرج كمدرب ريال مادريد بيخرج من دوري أبطال رفا ده حدث طبعاً بالنسبة لإزال لكن في النهاية هو شايف إن الفريق قدم موسم كبير قدر إن هو يطوعك بالليجا وقدر إن هو كمان يطوعك بالسوبر الأسباني في وقت سابق فشايف إن دي يعني كرة القدم في النهاية تقديل عليك تبقى عايز تكسب لكن في النهاية النتيجة كانت من شستر سيتي ده طبعاً من شستر سيتي عنده أحلام مختلفة وأهداف مختلفة لأن الدوري أبطال أوروبا ممكن يكون يعني إنقاذ لموس من شستر سيتي وكمان بيرد على فكرة الفترة اللي اتعرض فيها النادي لبعض العقوبات والإخاط المصابة للويفا وبعد كده قرار المحكمة الرئيسية إن قال لا من شستر سيتي السنة الجاي شارك دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي فبالتأكيد بطولة دوري أبطال أوروبا هتبقى مهمة جداً جداً في جورتيولا مع من شستر سيتي لو حققوها يبقى إنجاز كبير للفرية إن شاء الله أنا بشكرك يا أيمان شكراً جزيلاً الأستاذ أيمان جيلبيرت والصحفي بموقع يلا كورا كان معانا من خلال تطبيق زوم ونتكلمنا معاه في بعض الأمور الهمة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية عايزين فاصل؟ طيب خلينا نتكلم في بعض الأخبار قبل ما نطلع فاصل الأخبار المحلية تحديداً وفيما يتعلق بجزئية غاية في الأهمية وهي جزئية اتحاد الكورا واللي بيتكلم على إن أو ده من خلال موقع على كورا تحديداً يعني على تويتر أو حساب يلا كورا على تويتر واللي قال إن ما فيش أي طلب جه من الأهلي أو الزمالك بخصوص حكام أجانب والموضوع مش محتاج طلب من الأهلي أو الزمالك في الحقيقة لأن طبيعي جداً مباريات الأهلي والزمالك لازم بتكون مباريات بحضور حكام أجانب لأن صعب جداً حتى في وجود الفار إن يبقى في حكام مصريين عسيان طبعاً عارفين الحساسية الكبيرة أو مش عايزة أقول الحساسية المنافسة اللي بتبقى قوية جداً في أرض الملعب فمن الأفضل طبعاً يكون في حكام أجانب فحتى لو ما طلبش الأهلي والزمالك أكيد اتحاد الكورا حيوفر حكام أجانب الجزئية الأخرى اللي ممكن نعلق عليها في الأخبار المحلية ومن خلال Sport 360 على تويتر واللي نشر تصريح لعلي درويش رئيس هيئة السادة القاهرة واللي قال فيه إن مباريات نصف نهاية أفريقيا ستكون بحضور جماهيري الموضوع ده لم يحسن بعد طبعاً احنا نتمنى يعني مباريات الأهلي والزمالك تبع بحضور جماهيري لأن الجمهورين أكيد حيفرقوا جداً وحيرجحوا كافة فرقهم سواء جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك فده هيكون على حسب طبعاً التطورات بخصوص فيروس كورونا الأمور عندنا ماشية بشكل جيد حتى الآن الأعداد بتقل رغم أنها زادت حاجة بسيطة آخر يومين لكن إن شاء الله تنتهي هذه الأزمة سريعاً قبل مباريات كمان نصف النهاية عشان يحضر الجمهور وطبعاً لرؤية الدولة في الأول وفي الآخر طيب خلينا نروح سريعاً نفاصل بعد الفاصل نشوف الترند المحلي أو العالمي تحديد يلا بني أهلاً بحاضراتكم من جديد خلينا نشوف الترند العالمي النهاردة طبعاً الترند على السوشيال ميديا من مبارح هو دوري أبطال لأوروبا الحساب الرسمي ليوفينتوس الإيطالي نشر خبر إقالة موريسيو ساريا المديرة الفاني الفريق بعد وداع دوري أبطال أوروبا كمان الحساب الرسمي الموقع في الجول على تويتر نشر صورة تجمع بين سنائي زيدان وجورديولا بعد مباراة فريق المدريد ومنشستر سيتي كمان على تويتر من في الجول وتصرحات وجورديولا بعد تأهل السيتي لربع النهائي حساب في الجول نشر صورة ليوفران لاعب ريلا مدريد أثناء إدلاءه بتصرحات عقب الخسارة من يوفينتوس أرسنال على الحساب الرسمي على تويتر أعلن أوباميانج لاعب الموسم في الفريق يستحق حساب كورا إليفن على تويتر كتب الجميع يريد بيرلو العرب صراع شرس بين ثلاثة أندية أوروبية للزفر بخدمات الفرعون المصر صفحة جول على فيسبوك نشرت صورة لديفيد سيلفا لعب منشستر سيتي بعد آخر مباراة له مع الفريق وكتبت هكذا وضع ديفيد سيلفا ملعب الاتحاد بعدما خاد آخر مباراة له طيب بما أننا يا جماعة متواصلين مع السوشيال ميديا دايما وطبيعة البرنامج كده فعايزة أقول توضيح سريع بخصوص الجزئية اللي اتكلمت فيها والبعض حط مقارنة ما بين رمضان صبحي ومحمد صلاح أنا في الحقيقة اتكلمت في الجزئية دي الأول ومحمد صلاح بعيد بمسافة كبيرة عن أي لعب مصر دي حقيقة وده واقع عشان بس أوضح الجزئية دي البعض أخذ التصرحات في اتجاه تاني لكي أبأتكلم في فروق فردية محمد صلاح بيتميز بالسرعة كبيرة جدا فرق كبير عن رمضان صبحي في حتة دي لكن الجانب المهاري ممكن يكون عند رمضان أعلى من محمد صلاح دي حقيقة دي واقع ده واقع لو حد بيتابع ويتفرج على ده وده كويس حيعرف أن مهاريا رمضان صبحي أعلى مهاريا من محمد صلاح لكن كسرعة كقوة كمان متوفر عند رمضان صبحي لكن برضو محمد صلاح قوي جدا وبيباني احتكاكاته قوية في الدوري الإنجليزي فبس عشان محدش ياخد الموضوع في اتجاه كوميدي أو حاجة احنا بنوضح الجزء دي محمد صلاح قيومة وقامة كبيرة وكلنا بنفرح به وكلنا بنسنده ومندعمه ومفرحنا دايما وفخر لمصر وللعرب في الحقيقة ونتمنى أنه ممكن في يوم الأيام حد مش رمضان بقى يعني نتمنى أي حد في الدوري المصري أو أي لعيب مصري يبقى فيه خلال أو على مستوى محمد صلاح بقى سواء رمضان أو غير رمضان فده توضيح مهم بيننا يعني متواصلين ايه مع السوشيال ميديا دايما من خلال البرنامج طيب خلينا نتكلم في بعض الأخبار العالمية وتحديدا عايزة أبتدي بإقالة موريسيو ساري المدير الفني الصابق خلاص لفريق يوفينتوس بعد الهزيمة بالأمس أمام فريق ليون الفرنسي وبالتالي اليون تأهل لدور الثمانية من بطول الدوري أبطال الأفريقيا وفي الحقيقة الحكم ما كانش على المستوى حتى في وجود الظار لأن ضربتين الجزائي سواء بتاعة ليون أو بتاعة يوفينتوس مش حقيقيين حتى بعد ما رجع للفار كمان يعني لكن في كل الأحوال تأهل ليون فبالتالي كانت النتيجة إقالة موريسيو ساري المدرب الصابق للفريق وكان خبر إقالة من حوالي ساعتين ثلاثة بشكل رسمي وأكيد حيبتدي فريق يوفينتوس في البحث عن مدير فني جديد يوليك بهذا الفريق العريق تحديدا أن يوفينتوس آخر تسعة سنين بياخد بطولة الدوري وده شيء بالنسبة لهم عادي كده يعني مفيش مشكلة لكن الفرق السنة دي أن يوفينتوس خاد الدوري بأكبر عدد من الهزايم لما تيجي تعمل مقارنة في آخر تسعة سنين يوفينتوس مخصرش سبع هزايم في الموسم في كل المواسم التسعة اللي فاتوا مخصرش تسعة هزايم زي السنة دي تحديدا في هذا الموسم فبالتالي الأداء ما كانش قوي تحديدا البطولة الأهم واللي جايبين عشانها رونالدو هي بطولة دوري أبطال أوروبا ما نجحش موريس يوساري فيه حتى التأهل لدور الثمانية فبالتالي كانت من هنا نتيجة إقالته عن تدريب الفريق عايزة نروح بقى الجزئية مهمة جدا وجورديولا وزين الدين زيدان وتحديدا لموقع في الجول على تويتر واللي نشر صورة تجمع بين الثنائي بعد انتهاء المباراة والصورة دي احنا هنا ما عندناش فكرة عنها او احنا مش متعودين عليها فريقتين خلاص النطش فريق تأهل وفريق تاني خرج من البطولة لكن زي ما حالكوا شايفين كده الاتنين قاعدين بيتكلموا مع بعض وبيتكلموا في بعض الأمور يعني الحديث بالضبط يعني زي ما تم نشره جورديولا قال ان هو هنق زين الدين زيدان بالفوز بطولة الدوري الأسباني وكمان قال ان هما اتفقوا على موعد على العشاء في يوم من الأيام خلال الفترة اللي جاية ويتكلموا كمان عن المباراة وبعض المواقف فيها لكن انا عايز اتكلم تحديدا عن ثقافة في الجزئية دي خلاص انت خسرت عادي يعني اه الثقافة عندنا في مصر هنا او متحديدا يعني في الوسط الرياضي ما بنتقبلش الهزيمة بشكل كبير لكن برا الأمور دي طبيعية وعادية جدا خلصة المباراة بتنسى اللي حصل في الملعب وبتتعامل بشكل طبيعي وبثقافة حضرية مهمة جدا في التواصل مع المنافس بشكل طبيعي جدا يعني بتتكلم في كل الأمور وعادي بتتناقش والدنيا بسيطة لكن احنا عندنا هنا الأمور صعبة شوية واحنا بعيد شوية في الحتة دي خلينا نروح لكلمنا خلاص عن تصرحات جوارديولا عايزة نروح لفاران وموقع في الجول او حساب في الجول على فيسبوك واللي تكلم على ان فاران لعب ريا مدريد نشر سرع ليه طبعا وهو بيدلي بعض التصرحات ودي برضو جزئية تانية بنفتقدها في الملعب المصرية احنا عندنا هنا اللعيب لو خسر مباراة بيجري برا الملعب وخلاص بقى بيبقى حاش ينفى حياته وما بيرداش تكلم مع الصحفين او الاعلامين خالص لكن في المقابل انت بتشوف امباراة رفاير فاران بعد مباراة منشستر سيتي هو تسبب في خروج جرية المدريد من البطولة هدفين بسببه هدف خصص وهدف ايضا ستيرلينج الاولاني وبالتالي بيتكلم عادي مع الاعلام وبيرد على الاسئلة بشكل طبيعي وهو الراكل كان قال امبارح قال ان هو بيأسف جدا ليه تسببه في الخسارة وقال تحديدا بعد المجهود الكبير اللي بازلوا زملائه سواء اثناء المباراة او ما قبل المباراة في التدريبات عشان يقدروا ان هما يتأهلوا لكن هو ما كانش موفق في هذا اليوم وحينسى اليوم دا ويفكر في اللي جاي وهي دي طبيعة كرة القدم دايما الاهداف بتيجي من اخطاء وده امر طبيعي جدا خلينا نروح لارسنل على تويتر واللي قال ان اوباميانج هو لعب الموسم واباميانج في الحقيقة بقاله موسمين فارسنل ماشي بشكل جيد جدا الموسم اللي فات تقاسم الحزاء الزهبي مع محمد صلاح وسادي يوماني برسيد 22 هدف او 23 هدف تحديدا لموسم اللي فات الموسم دا هو جاب 22 هدف وساهم في عدد من الاهداف الاخرى وممكن مركزارسنل في الدوري ما كانش جيد نسبيا لكن في الاخر فازوا بكأس الاتحاد الانجليزي وهو كان عنصر اساسي في هذا الفوز بعد باحرز هدفين في مرمى تشيلسي في المباراة النهائية طيب خلينا نروح لخبر يخص احد محترفين المصريين وهو محمد النني نجم منتخب مصر ولعب ارسنل المعار لبشكتش التركي حتى هذه اللحظة وموقع او حساب كورة على تويتر قال ان الجميع يريد بيرلو العرب وصراع شرس بين ثلاثة اندية اوروبية للزفر بخدمات الفرعون المصري التلاثة اندية من بشكتش وترابزونسبور التركيين وفريق اخر روسي هم بيشبهوا هنا محمد النني بيرلو العرب ممكن التشبيه يعني في اعتقاد يكون بعيد شوية مع الاعتراف بيه قدرات وامكانيات محمد النني في الحقيقة العين مميز جدا لكن بيرلو ده حاجة جمدة اوي نتمنى ان النني يكون زيه طبعا لكن في كل الاحوال المصري النني لم يحسن بعد خصوصا في ظل تواجد ارتيتا المدير الفني لارسنل ولتولى تذيب الفريق في نص الموسم فلسه الرجل حيشوف احتياجاته مع بداية الموسم هتكون ايه ممكن ان هو يطلب عودة محمد النني ممكن لا يطلب اعارته او بيعه لكن اللي كان طالب اعارة النني هو كان يوناي امري المدير الفني السابق لارسنل هنشوف الجديد هيكون ايه في الجزئية دي طيب خلينا نروح نشوف مشاركات حضراتكو على صفحات السوشيال ميديا المختلفة وصفحات قناة الاهلي تحديدا على فيسبوك وتويتر وانستجرام وعايز ابتدي فيسبوك ونبتدي بعبدالعزيز عبدالخالق وكان سؤال حلقتنا هو عبارة عن رسالة ممكن توجهها للاعابة النادي الاهلي قبل الاربعة وعشرين ساعة من انطلاق مباراته امام امبي وعبدالعزيز قال كلنا وراكم من دعمكم ومن سندكم باذن الله هتفرحونا زي ما تعودنا بالدوري وان شاء الله الابطال من نصبنا السنة دي لاننا الابطال ومحدش فيه قوة المارض الاحمر في وقتنا هذا وانتم ادها نورة عشرف قالت اللعبة بالرجولة موت على الكرة كونوا على العهد بالتوفيق يا رجالة باذن الله يكونوا موافقين حسام حسن نور الدين ان شاء الله الدوري قريب جدا ياريت نجاهز نفسنا بمباريات الدوري لابطال افريقيا ايمن عاطف البناوي قال بالتوفيق ان شاء الله والفوز باذن الله ويا رب تفضله في العالي دايما محمد عبدالوهاب قال الدوري وافريقيا ان شاء الله يا اطال القرن احمد حسن قال بالتوفيق ان شاء الله يا نسوش ده كان من خلال فيسبوك ولسه كمان عندنا بعض التعليقات على فيسبوك خلينا نقراها مصطفى سعد قال ايه قال ربنا معكم يا اطال الاهم ربنا يابد عنكم الاصابات ربنا يوفقكم ان شاء الله عبدو محمود قال الاميرة الصمراء الاميرة الصمراء وبالتوفيق في ماتش امبي فيه تركيز في الحقيقة كبير جدا من جمهور النادي الاهل عبطال الدوري عبطال افريقيا لان هي الحلم بالنسبة للجماهير ان شاء الله حلم يتحقق السنة دي رسامة محمد قال الاهل فوق الجميع دوري بدون هزيمة باذن الله فكري صبري قال عايزين وحوش في الملعب ويوسف الشهاوي قال الاهل لا يعرف الا المكسب ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق نروح لتويتر ورؤى قال ان شاء الله دوري اهلاوي علشان لعبتنا رجالة ميدو قال بالتوفيق لنادينا العظيم واهم حاجة ربنا يابد عن كل اللعيب والاصابات مركزين في افريقيا جدا كجمهور وان شاء الله الدوري عارف مكانه احمد عبد المحسن قال باذن الله ستكون مبراءة قوية وتشكيل قوي لكن عليهم الالتزام بالخطط الهجومية وتنفيذ التعليمات الخاصة بفايلر بالتوفيق اربعة واحد للاهل ان شاء الله رشا علي قال تلعبه بقوة وتركيزه ربنا معاكم ويوفقكم بخلاف تعليقات الناس الكتابية في فيديوهات اخرى ايضا لجمهور النادي الاهلي بيوجه فيها رسالة ليه لعيبته قبل ممورات بكرة بسم الله الرحمن الرحيم احب ان انا اهل النادي الاهلي وجمهور العظيم ومجلس ادارته على تطويق قناة النادي الاهلي وان شاء الله من تقدم من تقدم واحب ان انا بلغ اللاعب ان جمهور الاهلي في ظهره على طول وعلى الحلوة والمرة معاه وان شاء الله افرك يا اهلي وطبعا برنامج الترين دي وده الرقم واحد على طول رجالة النادي الاهلي ربنا ووفقكم ان شاء الله بطولة الدورة في الجزيرة كالعادة مفيش جديد يعني والاميرة الصمرة ان شاء الله بيتها بازن الله في الجزيرة وربنا ووفقكم باركاته معاكم مصطفى فودة من الجيزة الف ترليون مبروك افتح قناة الاهلي بشكلها الجديد والف مليون مبروك عودة الدورة وان شاء الله رسالة لعيب الاهلي في ماتشي امبي الجاي ان شاء الله هنكسب بازن الله ونتمنى الاستمرار على نفس الاداء اللي هو كان قبل التوقف بازن الله وتبقى يعني ماتشي امبي بروفا قوية للماتشات الجاية ونستعد بقى للبطولة الاقوى والاغلى واللي هي حلم بالنسبة لنا كلنا بازن الله هي دورة بطال افريكا ونصعد الى النهائي ونحرز اللقب في النهاية بازن الله وتبقى الدورة وافريكا بازن الله خلال 2020 نبقى موجودة في الجزيرة بازن الله ومعاكي اهل دا كلنا نسيقى ان شاء الله في ندينة العظيم النادي الاهلي ان يقدر يكمل المسيرة الرائعة اللي نهى بها الدورة الاول في الدورة السنة دي وان تكون ان شاء الله مباراة امبي وجميع مباراة الدوري تقربنا اكتر من حسم البطولة مبكرا وكمان تكون استعداد قوي مباراة الوداد في بطولة دورة افريكيا في نص النهاية وان شاء الله نصعد النهاية وتكون بطولة افريكيا وبطولة الدوري في الجزيرة السنة دي ان شاء الله لما احنا كلنا نتمنى ونجع ربنا كلها رب محمول جمال الشحات طيب دي كانت رسالة الجماهير للعيبة النادي الاهلي قبل 24 ساعة من مباراة الغد كل التوفيق للفريق ان شاء الله في مباراة بكرة وثلاث نقاط جديدة في مشوار وفي بطولة الدوري وحنتابع مع حضراتكم من خلال حلقة بكرة كمان من الترند في نفس التوقيت الساعة 5 آخر الاستعدادات الأخيرة قبل ساعات كمان من لقاء امبي بإذن الله استنونا في حلقة بكرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة